بودكاست طاولة الموهوبين بيكون في تركيز على ما هي الموهبة شلون نتعرف على الموهوبين وكيف نعين ونساعد أولياء الأمور على أنهما يستوعبون ويفهمون ويتعرفون على موهبة أبنائهم شلون ممكن أننا المجتمع يخدم لهذه الفئة وكيف أن هذه الفئة مبحصر على مجموعة معينة نسبة مؤوية معينة لا هي متعددة الجوانب تحتوي على فئات العاديين والفئات الخاصة سواء سلوكيا أو إعاقات جسدية أو ذهنية فبودكاست طاولة الموهوبين أنا ودي أقول أنها بودكاست طاولة الموهوبين المستديرة بنشوف زوايا الموهبة من مختلف الجوانب في هذه الحلقة بنتكلم عن تعريف الموهوب بنتكلم عن دور ولي الأمر في الموهبة بنتكلم في هذه الحلقة عن تقاطعات الفرق ما بين البداع الموهبة والتفوق في هذه الحلقة بنتكلم عن قصة ممكن تثير عندكم اهتمام وبنتعرف على حكمة بنبدأ بمن هو الطفل الموهوب وقلنا الطفل لأنه احنا بنشتغل مع هذه الكيان المبدع منذ طفولته منذ أنه يكون صغير بالأحرى احنا ممكن نخدمه حتى وهو في رحم أمه لكن خلوا نقول أنه الآن طفل طلع وشلون أنا أعرف من هو الطفل الموهوب أولا تيقنوا وخلكم على يقين تام بأن جميع الأطفال موهوبين وما لا يوجد هناك طفل غير موهوب من هو الطفل الموهوب؟ هو الطفل اللي عنده موهبة معينة كامنة قد يكون مخفية أو يخفيها تعمدا وهذه القدرة أو الإمكانية ممكن إذا أبرزناها وأظهرناها يكون هناك فارق جميل للطفل نفسه لأسرته وللمجتمع تعريفات كثيرة تكلمت عن من هو الطفل الموهوب أو من هو الطالب الموهوب من هو الإنسان الموهوب لكن أحد التعريفات اللي أنا أحب أن أركز عليها هو التعريف المرن الواسع اللي يمزج ما بين الذكاء وما بين الإنتاج الإبداعي وما بين السمات السلوكية في السابق كان الموهوبين مختص بالتعرف على اختبار الذكاء فكانت الموهبة كأنها فيه نخبة من الناس التوجه آخر 25 سنة 20 سنة صار لا نحن جميعا موهوبين بدرجات مختلفة إذن ممكن أن يكون تعريف رنزولي هو تعريف مرن يجمع ما بين ثلاث حلقات ثلاث دوائر الدائرة الأولى تكلم عن التحصيل الدراسي الايكيو الذكاء بشكل عام وممكن يقص نفس ما قلنا التحصيل أو اختبارات الذكاء الدائرة الثانية هو الإنتاج الإبداعي أنا مهم أن يكون عندي تحصيل أكاديمي تفوق أكاديمي ذكاء آيكيو تيست في آيكيو تيست لكن إذا ما تحول إلى منتج إبداعي إذن ما خدمني إذن الدائرة أو الحلقة الثانية هو الإنتاج الإبداعي الحلقة الثالثة والأهم وهي التي تربط ما بين هاي الحلقات وهي المثابرة كومتمنت الرقبة في أن إحنا نصبر على المشروع الحلو ونطلع تقاطع هاي الحلقات الثلاث يكون في الموهوب ومع الاهتمام والعلماء قالوا والله داخل الحلقات الثلاث موجود داخل مثلث هذه المثلث زوايا الأسرة المدرسة والبيئة والمجتمع إذن إذا قلنا شنو تعريف الطفل الموهوب هو الطفل اللي يقع ما بين ظروفه الأسرية المناسبة والمدرسة اللي تحتوي وتحتضن موهبته مجتمع يستثمر في هذه الإمكانية داخل حقق ثلاث حلقات ذكاء تحصيل أكاديمي إبداع منتج إبداعي ومثابرة واتزان نفسي هنا يكون الطفل قادر على أنه يستثمر في موهبته ونستثمر نحن في قدراته جميل أننا نفكر ما هي التقاطعات بين الإبداع والموهبة والتفوق وخل أول شنخلي الإبداع على جهة ونتكلم عن الموهبة والتفوق ونبدأ أول بالموهبة فإذا إحنا كلنا وافقنا على مبدأ أن كلنا موهوبين إذن كلنا عندنا قدرات كامنة أو ظاهرة هذه القدرات إحنا قادرين على أن نحن ننميها من خلال المهارات فإذا أنا نميت مهاراتي بالتدريب ظهرت قدراتي أكثر برز عندي الموهبة برزت أكثر وصلت إلى مرحلة التفوق في مجال معين لما أنا أعرف كموهوب وين مجال التفوق عندي أقدر أن أصل إلى الإبداع لما أصل إلى الإبداع معناته أحقق إنتاج إبداعي أنتقل من محطة كوني موهوب إلى متفوق في مجال أو أكثر من مجالات إلى خالق منتج لمنتج مبدع إبداعي ابتكار إختراع فيتحول الموهبة إلى شيء غير ملموس إلى شيء ملموس قابل أنه يتم تسويقه فإحنا هذا اللي نأمل فيه أن الموهبة تنتقل من الموهبة إلى التفوق في مجال أو أكثر ومن ثم إلى منتج يغير فيه حياة الأمم في السابق كانوا يعتقدون أن المؤسسات والحكومات توجه الشعب للتميز الآن صار الفرد يوجه الحكومات للتميز وإحنا هذا اللي نبيه نبي الأفراد يخلقون قيمة عليا ترفع من أداء المؤسسة من أداء الأمم من أداء الدولة وتصل إلى الرفاهية وهو اللي كله نسعى له ولي الأمر شلون يفرق ما بين الطفل المبدع والطفل الموهوب أولاً لازم كل ولي أمر يقتنع أن كل أبناء موهوبين كلهم عندهم قدرات قدراتهم متفاوتة إمكانياتهم متفاوتة مواهبهم متفاوتة هاي نقطة الأولى أثنينة أتقبل اختلاف أبنائي فكل ولي أمر يعرف عنده ابن ابنين ثلاثة وجود أم وأب في نفس البيت في نفس المكان لكن سبحان الله كل طفل لك رزمة مختلفة لسلوكيات مختلف لعالم الخاص فولي الأمر لازم يحترم هذا العالم ويعني يستأذن من الطفل أن يدخل هذا العالم ويستمتع معاه بما يحتويه من أشياء تثير اهتمام الطالب أو الطفل في هذه المرحلة وفي حقيقة الأمر اللي يثير اهتمامه هو مجال الموهب اللي عنده بعد ما يستوعب اهتمامات ابنه موهبته الولي الأمر ضروري وجدا مهم أن يرشد ابنه على أنه يطلع بمنتج يطلع بشيء جميل ومهم جدا أنه يعلم ابنه بأنه ما يسعى إلى الكمال الكمال لله فإذا اشتغل في لوحة يرشده أنه يخلص ملامح هذه اللوحة ويستمتع فيها ويقارن الموهوب نفسه وإنجازه وما يقارن نفسه بالآخرين فاليوم سوى لوحة بهذه الشكل أو كتب قصة بهذه الطريقة أو حل معادلة بهذه الأسلوب فنشجعه ونقول له خلنشوف المرحلة الثانية شلون بتطور فيبدأ بهذه الطريقة الولي الأمر يعين الابن أنه يراقب نفسه يراقب إنجازاته الإبداعية ويطورها رحلة هي رحلة فعلا إذا ما استمتع فيها الطرفين الأب والابن فالمخرجات ما بتكون بالمستوى اللي هم يتمنون فخلت تكون الرحلة ممتعة تنتقل من محطة لمحطة بإنتاج إبداعي يخلق فارق في مقالطات عن بعض أولياء الأمور يفرقون ما بين الإبداع وما بين الموهبة بمعنى أنهما يشوفون الولد مثلا قطع المكعبات أو اللي يركبها ويقولون والله شوفوا مبدع لكن ولدي للأسف يعني مو موهوب يعني بس هو يحب أو يشخبط والله شوفوا دمج ما بين الألوان جميل هو مبدع بس ولدي مو فئة موهوبين أبدا الطفل هذي أو الشخص ما وصل إلى المنتج هذا الحلو إلا لأنه عنده سمات الموهبة قدرته على أنه يستوعب المكعبات المختلفة أمامه أو شي يستوعبها يراها يستوعبها ومن ثم يتخيل شلون ممكن يركبها ومن ثم يخطط ومن ثم ينفذ هذه المخطط الذهني الخيال إلى منتج هذه إبداع إذن مفتاح الإبداع الموهبة مفتاح الإبداع التفوق والتميز التخيل القدرة على أنه يشوف الألوان ممكن الألوان فيه علبة العلبة موجودة في درج الدرج الدرج موجود في المكتبة المكتبة موجودة في البيت بس هذه الطفل لأنه عنده potentials عنده إمكانيات يذهب إلى المكتبة يفتح الدرج يطلع ألوان في شكلها الخارجي متناقضة ويأخذ لوحة أو إذا هو يعني يحب الموهبة على الطوفة وبيشتغل في لوحة ما بيشتغل عليها إلا تخيل ملامحها في ذهنه هو موهوب حقق الإبداع فالفصل ما بين الموهبة والإبداع لا هذه مقالطة وهم متداخلين ويقال كل مبدع موهوب لا محالة لكن مو كل موهوب مبدع وهني تبدأ خدمتنا للموهوبين يعتقدون أن الموهوب كامل والكمال لله يعتقدون أن الموهوب يجب أن يكون سوي ومعند أي تحديات سواء هاي التحديات جسدية عقلية وجدانية اجتماعية أكاديمية يعتقدون أن الموهوب ما يحتاج إرشاد وتوجيه يعتقدون أن الموهوب بارز وسيدة ممكن أنه يحقق المعجزات حقيقة كل الأدلة والدراسات تؤكد بأن الطفل الطالب الشخص الموهوب يواجه كثير من التحديات ومو بس هاللون بأن هناك فئة غير مختلفة هذه الفئة نسميها أو الموهوبين من ذوي خصوصية مزدوجة هذه الفئة هي فئة موهوبين جمعوا ما بين أمرين مميزين الأمر الأول موهبة الأمر الثاني إعاقة الطراب سلوك فنحن نتكلم عن فئة إعاقة جسدية إعاقة عقلية متلازمة داون طراب سلوك توحد مشاكل نفسية اجتماعية أكاديمية فرض حركة ديسلكسيا أسر القراءة وغير من أي نوع من التحديات حقيقة أن هذه الفئة بالذات مجال الموهوبة عندهم أعمق وأقوى وما يحتاجون تعب وايد بس التعب الحقيقي أو الجهد الحقيقي في اكتشاف مجالات الموهبة فأحنا لابد وإحنا نشتغل مع الموهوبين وأننا نفتح وهي توجه جداً مهم وقديم تقريباً 20 سنة أو أزيد أن نفتح المجال بأن الموهوب يكون موجود في المراكز وفي الأنشطة الإثرائية في داخل المدرسة صفية أو لا صفية وغيرها أن الموهوب هو شخص شكل خارجي سوي بعد موهوب ممكن في إعاقة جسدية ومتلازمة دون موهوب توحد قمة الموهبة فاستيعابنا لهذه الموضوع بيساعدنا كثير بأن نحن نستثمر في هذه الطاقات تمر في حياتنا كثير من المشاهد من القصص العابرة أو القصص الطويلة للأحداث وعميقة التأثير خلي نقول من القصص اللي لها تأثير كبير طفل شخص على أنه عنده طيف توحد وبالأحرى التشخيص كان ما بين طيف توحد وما بين توحد طفل كان عنده صمت إرادي في الغالب يقرر أنه ما يتكلم عنده سلوكيات تميل إلى التوحد وهنين بينشير أن ترى تشخيص توحد أمر جدا صعب لذلك ننصح أن يكون في أكثر من مشخص أكثر من خبير يعني يطلع على ملامح الطفل قبل أن يقرر ويعطي الليبلي فالطفل هذي نرجع لقصته بأنه مثلا كان عنده سلوكيات موضوع أوراق قصص الأوراق عنده في نمطية سلوكيات توحي بوجود توحد ما يختلط بزملاء لكن كان في معلمة وهذه المعلمة قالت هذا الولد مبعادي أنت شخصت توحد لكن أنا كمعلمة أشوف أنه موهوب فأصرت أن نلتقي فيه ونشوف هل فعلا توقعها صحيح ولا لا التقينا بالطفل ومن أول اللقاء والجلوس جلسة سريعة وما يتكلم ما يتحاور لكن من خلال بعض الملامح مئة بالمئة الطفل ما في توحد الطفل ذكي وموهوب إلى مستوى أنه يخلق كرزمة شخص غير سوي عشان يحمي نفسه من الآخرين فمن خلال جلساتنا مع ولية الأمر مع المعلمة أولا وجدنا أنه في بعض الأمور الغير مريحة في البيت موضوع المنعة من التلوين لأنه يلون على الطوفة ولا يسوي شخبطة أو يبري يعني يوصخ المكان علما أن الطفل ذي حلقة أولى تدائي فقررت الأم المقص ويقصص فقررت الأم أنها تحمي مملكتها بأنها تبعد عنها جميع الألوان والمقص والورق وغيرها اثنين الطفل عنده شغف يبي يتعلم يبي يروح أماكن يتعلم يبي مكتبة يبي يدخل على فهي بدت أنها يتحد من هذه لأنه هو لازم يحل الواجب إذن ينحق ولية أمر بسبب الجهل البسيط أو عدم وعيها بشلون تعاملها مع ابنها حولت من طفل موهوب جدا إلى أنه يعني يأخذ ملامح مو ملامحة واكتشفنا من خلال جلساتنا مع الطفل أنه هو مو بس شاطر في تعلم أكثر من لغة أو الرسم أو حفظ الأسماء أو الكتابة بشكل جدا جميل يعشق عالم الفضاء بشكل مميز وجميل جدا ويعرف الكواكب ويعرف صفات كل كوكب ومدى بعده عن الكرة الأرضية من وين عرف المعلومات؟ المعلمة اكتشفت شغفة فوفرت لها بعض الكتب وكانت ودي المكتبة زائد بعض البرامج اللي في الابليكيشنز فالمزيج ما بين عراقة الكتب وما بين التكنولوجيا في خلق أو في احتواء شغف هاي الطفل والمعلمة تؤكد أن هي في مرحلة تعليمهم أساسيات الكتابة الولد يكتب فقرات الولد يرسم رسمات جدا رائعة ويرسم أفراد المدرسة من إدارة ويكتب اسم كل فرد اسم المديرة مساعدة المديرة المشرفة الاجتماعية معلمته استيعاب الطفل كبير احتاج إرشاد كان يحتاج توعية لكن الأحلى أنه مين فتح ذي الباب معلم مهتم معلم واعي أم وأبو ثاني موجود في المدرسة قادر على أنه يسد الثغرات اللي ممكن تكون موجودة في البيت والعكس صحيح في البيت إذا لقينا في البيت فرد أم وأبو أو أخ يفتح لنا ذي الباب انسد الثغرات اللي موجودة في المجتمع الكل قال وحوايد سمعنا أن المخ مثل العضلة يحتاج تدريب لذلك إحنا إذا تدربنا بنمع قدراتنا العقلية طيب شلو نتدرب إذا واجهنا التحديات لازم نتدرب في شيء نتوقع أنه غريب علينا اللي يسمونا هوايات أو اهتمامات ترى هي تعزز من الذكاء تعزز من التفكير وتنمي المواهب النمط المختلف من الهوايات أنا أحب القراءة خل أجرب بعض الأعمال اليدوية أنا والله أعزف خل أجرب أن أنا أرسم فلازم نفاجئ عقلنا ومخنا بمهارة جديدة تفتح لنا أبواب تنتظر فقط ضوء يفتحها فتدرب مارس هواياتك ادخل في هوايات جديدة غريبة عليك ممكن فعلا تكتشف موهبتك ترجمة نانسي قنقر